لما عملنا صوابع جي جي وصوابع السوبكي وصوابع امو مريم كان لازم ننزل بحلقة اسهل منهم واسرع وهي صوابع امو عبدالله يعني صوابع مصريي اصيلة اول حاجة هنبدأ نحط الكنافة في الفليزر ونطلعها نطحنها في الكبأ وبالسكينة زي ما انتم شايفين فتسعا نصيح شوية زي بدا ناخد نصهم ونص التاني نحمر في الكنافة وانت بتحمرها لازم الموبال يقع في الطاسة بعد ما تطلع من الطاسة نحط علام انكسرات انا حطت سوداني وطبعا انت عارف لو ابوك غاني هتحط ايه وشوية جوز هند خشن لغوز لغوز وكده الحشوة جاهزة هنبدأ نجيب وراء الجلاش ونحشي بالشكل اللي انتم شايفينه ونبروبه اهم حاجة نبرومه رفيع ونقطعه اربعة يعني بالشكل الطويل طبعا اهم حاجة ما تستاشي يارك يسمم غيرك وتدعوا لاخوتنا طبعا ممكن تعملهم في الارفراير او انا حطتهم في السنية ودهان تهم زبدة سبتهم في الفرن وما بياخدوش عشر دقايق ونحط عليهم شربات سائع وتوقع الفيديو اللي بعده هنعمل سبابه عمومين